حاصل ما بين الهيئة سوق فهم ما بين الهيئة العامة للرياضة والنادي الاهلي او بعض الجماهير كيف تقرأ المشهد بداية فهد خليني اولا اشير الى حجم الفرح الوطني والشعبي لبرز من خلال الاوامر الملكية اللي صدرت بالامس من قبل خادم حرمان الشريفين تجاه هذا الوطن وابناء هذا الوطن يعني دائما احنا تعودنا من قيادة هذا البلد المعطاء مثل هذه القرارات الفرائحية التي ينعم بها الجميع وهذا ما يؤكد مدى لحمة وعمق الترابط ما بين القيادة الحكيمة والرشيدة وما بين الشعب فالمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المغفور له باذن الله الملك عبد العزيز ومرورا بابنائه البررة وهي دائما تحرص كل الحرص على ان يكون المواطن هو الهدف الاول لهذه القيادة من خلال الدعم من خلال تحسس احتياجاته والتزاماته والوقوف الى جانبه حتى تشكلت الصور الجميلة على المملكة العربية السعودية بان الشعب والقيادة كالبنيان المتين كل يشد بعضه فالحمد لله رب العالمين انه قدمنا رسالة في الوقت اللي نشاهد فيه بعض الدول التي دائما تحاول ان تصدر الارهاب وتسفك الدماء في كثير من بلدان العالم تعاني بطش قياداتها خلينا اخذ على سبيل المثال الاحداث الدائرة في طهران هذه الايام فالمملكة العربية السعودية فهد تعيش الامن والاستقرار لان من يتولى امورها وشؤونها هي قيادة حكيمة ارست العدل والاستقرار وحرصت على ان يكون المواطن السعودي يعيش في رخاء وعلى ان يكون البلد ايضا ينعم بالبناء والتطوء فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا الامن والامان وان يحفظ قياداتنا الرشيدة ممثلة في خادم احرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ثاني شيء من خلال التغريدات بشكل العام التي تحدث فيها معالي رئيس هيئة الرياضة كلنا نتفق ان هناك موجة موجة اعلامية من خلال الاعلام الجديد تحاول التصيد واثارة البلبلة والمغرضة تجاه الشارع الرياضي السعودي ومن خلال استغلال الرياضة كجزء لا يتجزى من الاهداف السياسية وكلنا نعرف ذلك من خلال الامبراطورية الاعلامية الخبيثة التي تدعمها تنظيم الحمدين في قطر واحنا دائما حذرنا وقلنا ان البرامج الرياضية كانت تعمل على تزييس الرياضة لاهداف خبيثة تستهدف التأثير على جيران قطر بما فيها المملكة ربيع السعودية توضيحات معالي المستشار تؤكد بما لا يدعى ما جاله للشك بأن هناك حرص على وعيون مفتحة أمام كل هذه الموجة التي تحاول استغلال الرياضة السعودية لثارة الزوابع حولها نحيي معالي المستشار وندرك تماما أن الكثير من الطروحات التي تكتب التغريدات أحيانا تكتب بمسميات حتى رياضيين سعوديين أو مواطنين سعوديين وهي للأسف الشديد لا تمت للحقيقة بصلة استغلال معرفات وهمية للتأثير واستغلال بعض المواقف